فاروق عزالك أنا الكلمة لك قلت الإحساس ده يمكن أنا عندي لوحدي بس أنا ما بشوفش أهلاوي الأيام الفاتد دي واسأله غير لم يقولك لا إحنا ممكن نعمل حاجة مع ريال مدريد هو ده تشجيع النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي نعود جماهيره دايما أنه أي مباراة على مدار تشجيعك للنادي الأهلي ما شفتش مباراة النادي الأهلي داخلها وما بلعبش على الفوز أو النادي الأهلي داخلها وبتنوح الفوز أكيد إحنا مش داخلين طالبين من اللعب أنها تكسب ريال مدريد إحنا بنتكلم في الأول وفي الآخر أن ده نادي ريال مدريد أفضل نادي على مستوى العالم والمباراة اللي إحنا بنقول بقى مباراة الأحلام هي مباراة المليون ونص دولار هي مباراة كانت منتظرة في تاريخ النادي الأهلي أنه يواجه ريال مدريد في كاس العالم لأن ده يمكن على مدار كل النسخ اللي فاتت واجهنا فرق أوروبية واجهنا فرق من أمريكا الجنوبية لكن مواجهة ريال مدريد بشكل خاص كانت مواجهة منتظرة وأعتقد حاليا خلاص إحنا يعني سعب بتفصيلنا عن مواجهة الأحلام ولازم اللعيبة وأعتقد أنه ده موجود عند كل اللعيبة أنه هم داخلين مباراة زي ما قلنا مباراة المجد ومباراة الشهرة وهي اللاعب نوعين المباراة دي إما أن أنت تكون فرصة ليك أن أنت تثبت وجودك وتثبت أن أنت بتلعب قدام العالم كله بتفرج عليك ولعب تاني ممكن أن يكون المباراة بالنسبة له تبقى كبيرة على شوية فاللعيبة نوعين وأعتقد لعيبة النادي الأهلي مرت بتجارب كتير جدا تخليها جاهزة للقاء ريال مدريد ولمواجهة ريال مدريد وأعتقد أنها ظروف مثالية حاليا موجودة أن أنت تواجه ريال مدريد وليه لا أتحقق مكسب على ريال مدريد